هي بطولة مصطفى شوبير بالنسبة لي البطولة التانية عشر لنادي الأهلي أنا جيت معاك هنا بعد مباراة مازينبي أتاك لو أقول أهلي ليه نصيب في ياخد البطولة دي فهي بطولة مصطفى شوبير قولا وحدا الأرقام طبعا بتنصف مصطفى شوبير تسعة مباراة تسعة كلين شييت الأكثر تصدي في البطولة الأكثر تصدي من داخل منطقة الجزاء زي ما أنا شايفين الأرقام تسعة ما استقبلش ولا هدف تسعة وعشرين هو الأعلى 17 من داخل منطقة الجزاء هو الأعلى من بين كل الحراس لكن النقطة والتفصيل عندي في مصطفى شوبير هي أن تصديات مصطفى شوبير كانت حسمة في تأهل الأهلي من دول المجموعات كانت حسمة في تأهل الأهلي من ربع النهائي من نصف النهائي كل ده تصديات مصطفى شوبير كانت هتودي مباراة الأهلي لنحية رجعت لنحية تانية خلص بسبب وجود مصطفى شوبير هنا المباراة دي كانت أصاد سنبا في ربع النهائي الكرة دي كانت في أول عشر دقايق تلعبت دربة روكنية لعب سيمبا لعبها مصطفى شوبير بيشيلها من جوة الجون تقريبا الكرة اللي بعدها اختراق من ناحية الشمال من ناحية عالية معلول تزديدة مصطفى شوبير بيتقلق ويبعد الكرة برضو كانت النتيجة 1-0 للنادي الأهلي فضل محافظ على تقدم النادي الأهلي دي تزديدة 3 في مباراة سيمبا مصطفى شوبير بيشيلها كرة صعبة جدا هنا بنيجي في مباراة القياب والنتيجة لسة 0-0 تزديدة من خارج منطقة الجزاء بيصدها مصطفى شوبير بترجع لمهاجم سيمبا لما نشوف الكرة مع بعض بترجع بيبصيها الكرة اللي بعدها لعب في مواجهة المرمى خلاص جون بنسبة 100% وعلى طريقة حراس اليد لمصطفى شوبير متميز جدا جدا فيها بيبعد الكرة ويتأهل بالأهل النص في النهاية كرة مازينبي والنتيجة 0-0 كرة في الستة يرضى كرة تزديدة على الطير مصطفى شوبير بيتألق بعدها في الدقيقة 43 من الشوت الأول وخلاص الشوت بينتهي انفراض تام بمصطفى شوبير في الكرة اللي بعدها بيتألق ويحافظ للنادي الأهلي على نظافة شباكه والكرة دي في أول 3 دقايق في النهاية لكن تدخيل الكرة دي لو كانت دخلت مرمى النادي الأهلي كان كل السيناريو النهائي في رادس وفي الكاهرة اتغير وبسبب لمسة من مصطفى شوبير للكرة اللي كانت في طريقها للمرمى هتغير السيناريو كله وراح للسيناريو اللي كولر عايزه في الآخر الأهلي يتوج بالبطولة فبشوف مصطفى شوبير دي بطولته مصطفى شوبير كانت كل الآن من مصطفى شوبير وشايف ان مصطفى شوبير محتاج مساعدة خط الدفاع ان هم ما يشيلوه وان هو ما يروحش عليه كرات كتير هو بالعكس مصطفى شوبير بقى هو اللي شايل خط الدفاع بيلم ورا خط الدفاع أخطاء بتحصل أو فرص بتتحقق وبيطلع في النهاية بتسعة كلين شيت تسعة كلين شيت مش خادعة خالص ان هو خط الدفاع قوي فانا بطلع معهم بالكلين شيت لا هو كان حاسم في كل مباراة خارج فيها بكلين شيت مصطفى شوبير هو كان السبب الأول فيها وبالنسبة لي هو السبب الأول في حصد النادي الأهل النجمة الثانية عشر